وينضم إلينا من أسطنبول المحلل العسكري السوري العميد أحمد رحال أهلا بك سعادة العميد استهداف التحالف الدولي لقوات النظام ماذا يخلف وراءه؟ واضح أن هناك رسائل جديدة تعطى لجانب الروسي أو لنظام الأسد من أن هناك تغير في السياسة الأمريكية بالأمس وجدنا جون كيري يخرج عن أدبه السياسي من خلال التصريح من أن هناك إجراءات قاسية قد تتخذ بحق روسيا وإيران أوباما بالأمس حزر من حرب شيعية سنية تقودها روسيا في المنطقة واضح أن هناك نقلة نوعية في السياسة الأمريكية نتمنى أن تكون هذه النقلة هي بداية طريق نحو الاهتمام أكثر بالمنطقة وأن يعلم الأمريكان من أن المنطقة تسحب من تحت إيديم لجانب روسيا أو لجانب إيران نعم إذن هي ضربات مستهدفة بمعنى آخر يعني لا أعتقد أن هناك خطأ أقرب مكان لنقطة التي تم تنفيذ الضرب عليها قرب بلدة عياش تنظيم الدولة يبعد عنها حوالي 2 كيلومتر وبالتالي أعتقد أن ضرب معسكر الصعيقة للنظام هي كانت رسالة سياسية بأدوات عسكرية وأعتقد أن الرسالة وصلت نعم وما تعليقك على العمليات العسكرية بأنحاء سوريا بشكل عام؟ يعني أصبح الجميع يعلم أننا نحن في اليوم 68 للاحتلال الروسي للأراضي السورية نعم أن أكثر من 95% من الضربات الجوية تستهدف الجيش الحر تستهدف الكتاب المعتدري تستهدف المدنيين لدينا أكثر من 14 مشفى تم تدميرهم أكثر من أربعة مدارس تم تدميرها الكثير من البنية التحتية للمدن السورية تم تدميرها من قبل الطيران الروسي واضح أن الروسي يعتبرون كل من يقاتل نظام الأسد هو إرهابي وبالتالي من هذا السياق يأتي اجتماع الرياضي كي يؤكد للعالم من أن السورة السورية بعيدة عن الإرهاب وما يجري في السعودية هو وحدة قرار أعتقد أنها لها تأثير على الدور الروسي في المنطقة روسيا اليوم تريد أن تصبغ السورة السورية بأنها إرهابية تريد أن تعطيها من جميع أنهم تنظيم داعش لكن الواقع على الأرض يقول من أن روسيا تضرب السوريين وتضرب فصال السورة تريد أن تعاوم نظام الأسد لكن الواقع المداني يقول أن روسيا ونظام الأسد وإيران فشلوا حتى الآن في التأثير على مجريات السورة أي بمعنى لم يحدث أي اختراق على جبهات القتال واستطاع السورة امتصال صدمة والآن هناك تعامل جديد وخاصة على جبهة الساحل وفي جبهة جنوبية لحلب نعم وماذا تنتظرون من اجتماع الرياض سعادة العميد؟ يعني سلاسة نقاط تتحكم بمؤتمر الرياض أولا أن الوزن السياسي والسقل السياسي للمملكة العربية السعودية سواء كان عربيا أو أقليميا أو دوليا يعطيها الرياضة في التصدي لهذا الموقف اثنين يعني الخبرات السابقة أيضا للمملكة العربية السعودية سواء في الملف اليمني أو في الملف لبناني والملف الفلسطيني دائما ما كانت تفرج على اجتماعات جدي أو اجتماعات الرياض أو اجتماعات طايف كما حصل في لبنان النقطة الثالثة من أن السورة السورية على مفترق طرق يعني عانت في السنوات الأربعة أو الخمسة السنوات الماضية من عدم وجود وحدة قرار سياسي أو عسكري هذه النقاط السلاسي أعتقد من أنها تعطي الرياضة للمملكة العربية السعودية ويتوسم الشعب السوري خيرا من أن تكون مفرزات هذا المؤتمر بما ينعكس إيجابا على مسار السورية نحن وجدنا من أن هناك الآن تغيرات بالمناخ السياسي الدولي تغيرات إقليمية أيضا وبالتالي أعتقد أن هذا المؤتمر قد يكون غابة عنه بعض الأسماء كان يجب أن تحضر وقد تكون حضرة أسماء يجب أن لا تحضر لكن السواد العظمي هو وجود خير وحكمة السعودية دائما تعطينا السكة من أنها سيكون هناك مؤتمر يخدم القضية السورية ويلبي مطالب الشعب السوري نعم المحلل العسكري السوري العميد أحمد رحال كنت معنا من الصنبول شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر